افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبدالفطيل شوشة وحدة العلاج الكيموي وأمراض الدم بمستشفى العريش العام وأشار شوشة إلى تطوير مستشفى العريش العام خلال الفترة الماضية بقيمة 134 مليون جنيه حيث تم استحداث قسم القسطرة القلبية والرنين وقسم الاستقبال والطوارئ وقسم النساء والولادة وجراحات اليوم الواحد والعلاج الكيموي كمرحلة أولى وجار إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بقيمة 128 مليون جنيه وأضف محافظ شمال سيناء إلى أن وحدة العلاج الكيموي ستخدم نحو 700 مريض يتكبدون مشقة السفر للعلاج في المحافظات الأخرى